من جانبه قال مدير مستشفى الطفل المركزي محمد علي أنه تم إعادة تأهيل أكثر من 90 غرفة في المستشفى وتزويده بمنظومات متطورة للمراقبة وإخماد الحرائق وتجهيز الردهات بأسرة حديثة هذه المرحلة الواجهة الرئيسية للمستشفى بالإضافة إلى بناء الحسابات ومصرف الدم والأشعة والمفراص والرهنين بضافة إلى مدخر الأدوية والصيدلية الداخلية أيضا شمل هذا اليوم مرحلة الافتتاح صالة العمليات بضافة إلى ردها الجراحية بـ 24 سرير بضافة إلى مركز أمراض الدم بـ 48 سرير إن شاء الله ستعقب هذه المرحلة مرحلة الأخيرة والثالثة من مرحلة الأعمار اللي ستشمل ردها الجناح الخاص بـ 48 سرير بضافة إلى ردها امراض التنفسية والمطبخ وتوسعة المنعاش من 10 أسر إلى 17 سرير بضافة إلى طلق الرئيسية للمستشفى الطفل